يبقى ما شفناش يتحدى الكتاب من الكتب ولا شعر من الاشعار ولا كلام فصيح من كلام الفصحاء وتهدج صوته واخد بالك الا ان يكون ممثلا بيمثل علشان ايه الناس يعني يقولوا عليه ممثل قدير لكن احنا بتيجي منك تلقائية طبيعية من غير تمثيل عشان كده بيقول ايه تكسبوا عشاشة لميل قلبيه اليه وتصديقه به قال تعالى تقشعروا منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلينوا جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله يا سلام يعني تبقى واخدك الهيبة وفي نفس الوقت تجذبك الحلاوة يبقى فيه هيبة وحلاوة تبقى هابه لكن بتبقى بتحبه بردو ومن وجوه عجازه عجاز القرآن كونه آية بقية لتعدم ما بقيت الدنيا هاتلي كتاب كده لم يحرف كلمة منه واحدة حرف واحد منه الا الا كتاب واحد واحد القرآن بس بالحرف ده بيعدوها ده بيعودوا يعدوها حدوا الحروف ويعدوا الآيات حاجات غريبة ما تغيرتش زي ما هي دي مش آية من الآيات وكل وسائل ضياع القرآن كانت متوفرة في العصر النبولي النبي يحفظ ناس اميين يعني ما بيروش ولا يكتبوا ولا فيه اجهزة تسجيل ولا حاجات اللي هي ام بسرية والحاجات اللي هي بتتسجل دي عشان كده سجلنا صوت النبي بحيس لو نسينا حاجة نحفظ حين اسمع لا ما فيش وسائل تسجيل ولا فيه وسائل كتابة وامة امية لا تمارس الكتابة ولا القراءة ولا عنده والنبي يقرأ عليهم ويحفظوا وياخدهم في الغزوات يموتوا الله يعني حتى اللي حفظوا يموتوا الله ده ايبقى لزم الكرآن يضيع بقى لكن ما يضاعش يعني كل وسائل ضياع القرآن كانت متوفرة ده الدرجة ان في بعض القبائل لما حكينا لكم في السيرة عايزة تعمل مؤامرة على النبي عشان تقضي على دعوته قالت له ايه بعتت له مرسال احنا عايزين نؤمن بس يبعت لنا قراء حفظين القرآن عشان يحفظوا قبيلتنا القرآن وقبيلة كبيرة بقى ميات الولو يقوم النبي ينقلهم من سبعين من قراء القرآن اللي حفظينه بقى المتان والتفاكرين حدثة القراء يقوموا ايه يستفردوا بهم ويقتلوهم يعني عايزين حتى يقتلوا دعوة النبي التي حفظها الناس في صدورهم لأنهم لم يكتبوها في صدورهم يعني كل وسائل ضياع القرآن كانت موجودة في العصر النبو الشريف وبالرغم من ذلك بقي القرآن محفوظا إلى يومنا هذا مش دي آية معجزة كبيرة عشان يصدقك الله سبحانه وتعالى في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون واخد بالك الذكر هنا القرآن والسنة الذكر هنا هو القرآن والسنة لأن النبي بيقول أتيت القرآن ومثله معه فزي ما حافظ القرآن تلاوة وحرفا حرفا وكلمة كلمة حافظ السنة بجمعها في زمن الرواية وتصنيف الرجال ومعرفة درجات الحديث من حسن وصحيح وضعيف وحسن لغيره وموضوعه ومكذوب كل دا ليه عشان يحفظ السنة كمان لأن بغير السنة لا يفهم القرآن يبقى مش دا كل دا يعني آية من آيات الله ومش كده وبس ياريت حتى الصحابة اللي حفظوا القرآن قاعدوا في مكان واحد عشان الناس تجيلهم لأ دا تفرقوا في كل البلاد كل واحد دا متهنة واللي متهنة واللي متهنة واللي متهنة إيه دا يعني كل وسائل تضييع القرآن كانت متوفرة لكن سبحان الله يعني أليس هذا مخالفا للعادة أليس هذا معجزة أليس حفظ القرآن نفسه إلى يومنا هذا بأذي الصورة معجزة من المعجزات اللي احنا عايشينها وشايفينها ولمسينها فشيء عجيب تفتكر شن المعجزة